السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في قناتي إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير حبايبي أغلى متابعين اليوم رح أقدم لكم بسكوت الزبدي الأمريكي بطريقة سهلة وسريعة شكله حلي وطعمه أحلى وما تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعمل لايك للفيديو لتشوفوا الطريقة رافكون إلى مطبخي ونوروني بحضوركم المقادير اللي رح أحتاجها لوصفتي 125 غرام طحين الكيك 60 غرام سكر 113 غرام زبدي بحرارة الغرفة ملعكتين كبار نشط ذرة ملعكة كبيرة كريمة خفق ملعكة صغيرة فاناليا وصفار بيضاء لتنجهيز وصفتي بالبداية أضيف الزبدي بوعا ورح أضيف السكر وأخلطهم شوية بعدها رح أخفقهم لحد ما يصير الخليط لونه فاتح وأنا ما أضفت الملح للوصفة لأنه الزبدي ملحة إذا استخدمت الزبدي اللي مش ملحة بتضيف وربع معلكة صغير ملح في هاي المرحلة بتضيفوها وبتخلطوها مع الزبدي والسكر أخفقهم لحد ما تنمج كل المكونات منيح أخفقهم لحد ما تنمج كل المكونات منيح هضيف الطحين على مرحلتين بضيف نصف الكمية والنشا وبخلطهم لحد ما تختفي كل كمية الطحين بالخليط بعدها رح أرجع أضيف الكسم الثاني من الطحين وخلطهم لتكون عجينة البسكوت جاهزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما جهزت عجينة البسكوت هون عندكم علي كريمة اللي رح أستخدمه للتشكيل ترجمة نانسي قنقر بعد ما أضيفت عجينة البسكوت بكيس الكريمة رح أحطها بكيس ثاني يعني مشان وقت التشكيل ما ينمزع معاي الكيس ويكون أسهل للتشكيل حطيت بسنيت الفرون واركة زبدة وراح أشكل البسكوت وفيكم تشكلوهم بالشكل اللي بتفضلوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما جهزت كل الكميه رح أدخلهم على الفرون والفرن أنا شغلته كابل بوقيت على درجة حرارة 170 من فوق ومن تحت يبياخذوا وقت من 15 ل 18 دكيكة لحد ما يجهزه ويأخذوا لون حليو بعد ما جهز البسكوت واخذ لون حليو واطلعتوا من الفرون وراح أخليه يبرد منيح ترجمة نانسي قنقر الزبدة بعد ما جهزته زي ما انتم شايفين ما شاء الله شاكله بشاحي وطعمه أحلى الوصف كثير طيبي ولذيذي وسهل وسريع ما بتاخذ وقت في التحذير بنصحكم تجربوها ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا الاشتراك في كناتي على مليح الهاشم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعامل لايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة